هذا الناس اليوم يدعيوا للسلم بمعاهم حتى هذا الحكام هذا ونتوا على الغرب هذا أرغمهم يشجعوا في السلم في بلداننا أرغمهم يشجعوا في الحل نحن وش رانا ندعيه من سنوات ندعيه للمصالحة وطنية حقيقية كيف فيها حرب كيف فيها قتال كيف فيها سلاح كيف حاجة فيها وسمونحا وسونة أخاو جزائريين وجزائريات واش هو الشي الخطر في هذا المسألة ومع ذلك يستخدموا في وسائل مختلفة من أجل أجل بشي يثنيوك على الموضوع قال قاناة المصالحة حاوسوا على جل بش تكون هناك وحدة في بلادنا وننهضوا ببلادنا نحاوسوا هو أن نتناقش الأفكار شي بالكلاش وبالدبابة وبالهاون وبالبازوك أفكار نتناقشوا بها هكذا قال راه وقعت أخطاء وراه وقعت سراعات ويلا هرواحوا نتعاون وارواحوا نتأخاه وارواحوا نتلاقاه ونتناقشوا مع بعضها نحن أدوك هذا الشي اللي هو حركنا حركنا هو أنك أنت تشوف في كيل بمكيالين يعني أنت لما توصل أنت البنزيمة توصل العطال هذا في نيز على جل بشهما يهدوه بالطرد ويهدوه بالمحاكمة على جل أنه راه قال ارتادا تي شيرت ووالله راه وكتبت عليه يا صاحبي أنت وإن راحين يبانوا هذا الحكام وإن راحين يبانوا هذا الناس اللي ومرهم أخذوا مواقف ورهم يدعو للقتال ورهم يدعو وكذا ورها لحقت الناس وين أنه لما أنت يصيروا ناس فقط يعبروا أليس هذه الدول أنتها ديمقراطية أليس هذه الدول أنتها الحريات أليس هذه الدول اللي هي صدعت رؤوسنا بالديمقراطية وبالحريات وبالعدالة وبكذا ومن بعد أنت تأذرك هالناس بركت واش دار هذا بنزيم هذا واش دار إذا رهم فيك ما قلنش القولي ما دار حتى هاجة تعليق تعليق ما فيه هوالو تزيد أنت تلقى ناس وهذا ورهم يدعموا في الإرهاب وهذا وكذا وبعد يجيب لك أنت لباس راه ولبسه دار العمام ما انت أحم هذيك ولالبس قندور والله هذيك دارين منها قصة وكأنه ذرك هذا بنزيم شغل واحد من الإسلاميين مع أنه يعني الناس اللي رهم يعرفوه وله إنسان دي كونيكتي كمبلتما ما نحت علاقة بيهن بلك الصلاة وبلك مرأة وشي يعني رأى محافظة عليها والله الناس تشوف قالها هو راح درد كلازج حبا تتمر وشرب شوية انت عوسمو يعني إلى درجة انت شغل كأنه راه إرهابي والله ها والأخ قللك قللك قلطل قطور والله ما عندي معلومات قريت لما تلحق انت الواحد مثلا انت هذا جوار فاين راح تبالك انت حماس هذول رام هما هذين سلاح هذا رأى جوار يلعف البال مع انت واش مع انت تقول للآخرين ترك تخوف فيهم الله رك تخوف فيهم وانا قلنا بلي هذال ناس رأهم باعوا أنفسهم يعني مستعد بش يموت بش تخوف يعني يدرك لما توقف هذا عطال والله هذا اسمه هذا بن زيمة والله الاخر والأخر بن زيمة هذا رأى مسلم رأى دير الإحياء ورأى عنده توجه إسلامي ولذلك هو راح للسعودية لأنه فيها فيها مكة وفيها المدينة ورأى هو علاج البش وثم لأنه هذك هو النهج نتع حتى احنا نقول مرة على مرة يكتبوك في التعليقات يقول لك أنت عايش في فرنسا وعيش في السعودية ياسيد نذهب بالمنطقة نتع ونيمار هذا هو دراهم هذا مكان هذا نيمار جاء الفرنسا جاء لجل الحضارة وميسي جاء لجل الحضارة جاء لجل دراهم هذا مكان على جل دراهم ستو هذا مكان غدوة هو وبمجرد هو أنه يلقى صفقة مليحة باي باي سلم بالعافية كائن صحفيين كانوا يخدموا في فرنسا بمجرد هو أنه لقوا صفقات في دول وحد أخرى وأنه فيها صالير مليح وكذا راحوا كانوا في البي بي سي في بريطانيا بمجرد هو أنه لقوا صفقات أخرى مع الجزيرة وكذا راحوا إذن المسألة تتعلق بالدراهم هذا مكان وبتايم تدراهم لكن نحن كمتابعين لما تشوف هذا الكيل بمكيالين وتشوف الناس وين راحا واصلت تقول أنت يا صاحبي هذه هي فرنسا أنت الأنوار هذه فرنسا أنت 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 المفكرين الكبار ها أنت جون جاك روسو هذه وفرنسا تاجون بول سارتر هذه فرنسا التي تمنع واحد يكتب تعليق كانوا يقولون في الجزائر راه الذي تكلم إلى تبون يديه للحبس وراهم قالوا في الفيسبوك الذي يلقوا يكتب تعليق راه يديه للحبس وتنوض منظمات الحقوق الإنسان سبحان الله كيف هذا الدولة الدكتاتورية في الجزائر وكيف هلحقوا المنظمات والناس راه دائرة لبوست في المسيرات ونوضوا تحركوا نوضوا خلات نوضوا الطردقة نوضوا كذا راه في الجزائر راه يمنعوا في ناس اللي يكتب تعليق في الفيسبوك يزوه صارنا نشوف في بنزيمة يكتب تعليق يهدوه بنزع الجنسية ويوضعوه على أسس أن نراه إرهابي وعلى أسس أن نراه مليفرر الدول في بريطانيا وفي فرنسا وقال الناس شوف سبحان الله راه يتكلموا في كلام إلى درجة وإن أنه قال ها هو ماكرو وراه يجل مواطن وصفعو ها لماذا لأنه فرنسي نقطة ستار هذا ما كان الآن سرنا نشوفه بنزيمة يكتب تعليق يعني الناس وين راه وصلت مع أنت باللي أرنا ماشيين الدكتاتورية ماشيين للمستويات واحدة أخرى بالتالي يذرك تبون الذي أكتب عنك تعليق يجعل الحبز